ردهات العزل الصحي وغرف المستشفيات في العراق لم تعد قادرة على استقبال مزيد من المرضى المصابين بفيروس كورونا الذي اشتاح معظم محافظات العراق نداءات بدأت توجهها الطواقم الصحية التي أصابها الإعياء حيث تعدت الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد حاجز 625 إصابة يوميا مع عدم قدرة المستشفيات على احتمال المزيد هذه النداءات تكشف بوادر الانهيار في النظام الصحي في العراق حيث لا تخفي دائرة الصحة العامة مخاوفها من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يوميا لكن ما الذي أوصل الأمور لهذه النقطة الحرجة في العراق سؤال تجيب عنه منظمة الصحة العالمية التي حذرت أكثر من مرة من الضغطات التي تمارسها إيران لفتح منافذها الحدودية للتجارة مع العراق الأمر الذي زاد معدلات الإصابة بشكل تصاعدي غير مسبوق من نحو 100 إصابة يوميا إلى أكثر من 600 إصابة يوميا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعراق لعبت هي الأخرى دورا في خروقات الحاضر مع غياب الدعم الحكومي للمتضررين معيشيا أفواج الزيارة للمراقض الدينية لعبت دورا مهما في انتشار الوباء مع عدم تحرك السلطات الحكومية لاحتوائها في تحدي واضح لإجراءة العزل التي أوصلت الأمر لهذه النقطة الحارجة لكن الأخطر بحسب دائرة الصحة العامة في العراق أن الحكومة لم تخصص أي أموال لوزارة الصحة حتى تتمكن من السيطرة على وباء كورونا حكومة عجزة وشعب يعاني هذا حال العراق الذي بات فريسة سهلة لوباء جاء بتوقيت خاطئ بالنسبة لشركاء العملية السياسية أولئك الذين أهدروا ثروات العراق هباء دون الاكتراث بإعادة تأهل المنى التحتية وهذه هي مستشفيات العراق اليوم تستغيث دون ما مجيب